الشرف ما شاء الله منطقة سياحية بامتياز حيث تتميز مناطقها القابية والحموية مدينة الشرف كذلك مدينة تزخر بثروة مائية هائلة ذات منفعة صحية وحتى تعطي استرجاع نفسي وراحة نفسية للمواطن الجزائري الذي تستقطب هذه المنطقة بمناظرها الخلابة وكذلك بجبالها وبسهوبها نحن نرى من وليت البويرا زرنا هذا المركب الحماوي المتواجد هنا على مستوى بلدي تشارف ويلة الجلفة يعني الحمد لله ونسات يسفي بلي خدمات لعدهم سواء من ناحية نظافة والله الجانب الأمني والله يعني الإقامة من الداخل حتى الخارج يعني حتى فيه مناظر في الخارج يعني في طريقة منه من جهة تشارف حتى في مناظر غابية ما شاء الله كما منطقة قطية يعني قاين سياحة حماوية سياحة حماوية هذه بعد اللي انشأت الدولة بفضل مجهودات الرجال تم انشاء المنطقة التوسع السياحي هذه اللي رانا فيها في الحمام الحمد لله رانا نصيبه كامل عائلات رايجينة من مختلف ولايات الوطن ونتمنى الناس في ربع الوطن تزور هذه المنطقة وتكتشف هذه المنطقة أخي حماوية مشارب بكرية راه كان بكريتان هاك ودركا راه هاك بكريتان نقاء على الله ودركا راه تطور وعذبات الحمد لله راه تجيه العائلات منه ومنها؟ خيرات خيرات قاسيرة منه ومنها ياو خير وبركة من كل بلاس بالنسبة لمنطقة الشرف منطقة سياحية بامتياز وفي الوقت الراهن أعطت للسلطات الولائية وعلى رأس مسيد الولي أهمية كبيرة للاستثمار وخاصة من ناحية المياه الحموية بمنطقة الحمام التي تمتاز بمياه علاجية الحمام صالحين هو الله يبارك فيه مراكبات حموية صحية بالنسبة للمواطنين حتى المنتاعها صحي يقزدوها من كل أنحاء الوطن لا نستحي ولا نتوانى عندما نستدعي ضيوفا من خارج المنطقة لأنه فعلا وجدنا فيه مقومات في فندقية ذات مستوى راقي كذلك المراكبات المجاورة تخصنا بعض المنافق أخرى من بينها حادقة لإستجمام العائلات والحمد لله رانا نشوف المراكبات يحتوي على مياه معدنية علاجية الله يبارك ما شاء الله زين حتى سقسي تجمع عليك جوه هنا دمرات فيه شفاء فيه شفاء وحمام طبيعي وإن شاء الله يكون فيه شفاء بإذن الله غابة كطية وهي تمتاز بغابات جميلة جدا ومناظر خلابة كما تقع في وسط وسط بلديات بني عقوب تتوسط بني عقوب والشرف كان سياحة غابية تمتاز شرف بسلسلة جبالية كبيرة لعل أهمها منطقة قطية اللي فيها مياه عذبة ومناظر خلابة منطقة قطية هي منطقة سياحية بامتياز حيث تتنوع بسلسلة قابية ما شاء الله هي أقصدها زوار من كل مكان من ابتعد عن الضجيج ودخول في الهواء طالق ما نقوله هنا لما نتكلم عن سلسلة الغابية قطية وبحرارة وكل هذه الغابات المجاورة التي فيها ثروة غابية هائلة تعطي كذلك استرجاع صحي لذوي الأمراض الصدرية والأمراض الصدرية هذا شيء جميل تسخر بولية الجلفة دون خيرها من المناطق الأخرى كانت لي زيارة مقبل الأصدقاء هنا ودفامي والحمد لله زرت هنا مرة أولاها ومن بعد خلات هذه حاجة اللي خلاتني نعود نرجع ليه بالنسبة للهواء هنا في الشاف ثاني برد صيفا ما شاء الله حتى الناس اللي في الصحراء كما ويرق الأقار دا هذا يجوه هنا يصيفوا هربين مسخانة ويجوه هنا بايت بردوا شوية كما عندنا ذكول الجلفة تحتوي على منطقة منطقة غابية وهي منطقة غابية بامتياز وتحتوي على السد الأخضر وكما مدينة الشرف تحتوي على منطقة القطية منطقة غابية بامتياز هذه المنطقة فيها السيحية وفيها مناظر خلابة في قطية وفي فكيرين جبل تعفكيرين مضارب خلابة ما شاء الله الله يبرك تجيها الناس من كل ولاية الله يبرك نعرفوا أنه في الأخوة في تونس أصبعت استقطبهم الجزائر في السياحة وشيء جميل أنهم يتقربوا إلى منطقة ولاية الجلفة التي تزخر بكثير من المقاومات السياحية بالنسبة لمنطقة قطية غابية يروحوا تم العائلات بايتنا شوية يترفوا ويبدلوا شوية جو على الموضمون القاشي والحياء من جانب النظافة والحرمة ثانية وثانية فسحة المكان ومن كل نواحي تمناه زيارة كافة فعاليات المجتمع بينها طلبة متقاعدين جمعيات ولماذا لا تكتشف هذه المنطقة الزاخرة بالمياه المعدنية الطبيعية والعلاجية الناس تجيها من عهد بكري هذا من عهد ومن عهد جدود هذا الحمام بحقيقة بعيدة من شيء نتمنى أن هذا الاستثمار يتوسع أكثر بشكل أفقي وبشكل عمودي بشكل أفقي على مستوى الانتشار في المواقع السياحية على مستوى العمودي أن تكون فيها رعاية سياحية ذات مقاييس عالمية ودولية لأنه سمعت قبل يومين أنه حتى من خارج الوطن زار هذا المركب فهذا شيء جميل كاين اللي وشي يحوص عليها السائح كامل كاينة سواء من ناحية الترفيه الترفيهية أو العلاجية أو كل شيء أمن فيها الله يبارك فيها ما شاء الله فيها كل الخير لك هنا بالنسبة للعمل الشرف هنا ما من نعمة ربي نحن ندي بلاسهم الأماكن بعيدة لأن هنا كين مناطق حموية ولكن ما هيش بتنظيم هذا والله بالعمل هذا الاستثماري كين مناطق حموية يعني ما هيش متوفرة على دي في سينكي وحق ذا ولا سواء كوليكتيف والاندي فيديا كين مناطق اللي زرناهم ولكن ما كانش عمل منظم نتمنى إحنا كساكينة الشرف نتمنى تكون قطب سياحي وهذا لازم تتحرك السلطات وتكوننا مستثمرين من أجل إنشاء مرافق سياحية أكثر كحديقة للتسلية ونعبوا ليداتنا كعشورة ورفو ثمة بما أن هذه المنطقة السياحية تتوفر على مختلف المرافق وإمكانية الجذب السياحي سواء من الناحية الترفيهية أو من الناحية العلاجية وكذلك توفر الطرق المواصلات وسائل النقل أو الطرق المؤدية إلى هذا المركز فإن ذلك أدى إلى التنشيط كبير لهذه المنطقة السياحية ونلاحظ أن السياح يأتوا من مختلف مناطق الوطن كتابING كتابING